لا رق قلب لم يرق بالكتاب والسنة ولا بكت عين لم تبك بالقرآن والسنة ولا لان جلد لم يلن بالقرآن والسنة فالكتاب والحكمة أعظم منهج للموعظة وأبلغ منهج للتربية فلا ينبغي على إخواننا من أهل العلم والدعوة والبلاغ أن يبتعدوا عن الكتاب والسنة الصحيحة ففيهم الموعظة البليغة وهل تظنون أن كلاما يصل إلى أعماق القلوب أبلغ من كلام الله وأبلغ من كلام سيدنا رسول الله وأبلغ من كلام سلفنا الصالح الذين حولوا الكتاب والسنة في حياتهم إلى واقع عملي ومنهج حياة فنور الله بالقرآن والسنة أبصارهم وبصائرهم أبصارهم وبصائرهم ونعلم أن بعض أبنائنا وإخواننا يقللون من شأن الموعظة البليغة المؤثرة ويقللون من شأن أهلها من العلماء والدعاة المؤثرين البلغاء الذين يبلغون بمواعظهم الرقيقة من كتاب الله وسنة رسول الله وكلام السلف يبلغون إلى أعماق أعماق القلوب فتبكي مواعظهم العيون وترقق مواعظهم القلوب وتلين لها الجلود وتجدد في قلوب المؤمنين والمؤمنات النية الصادقة والعزيمة والإرادة الخالصة للتوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا قد يتهم هؤلاء الأفاضل وهم قلة في الأمة يعدون والله عدا على الأصابع يتهم هؤلاء ويقلل من شأنهم ويهزأ ويسخر بهم ويلمزون فيقول أحدهم فلان واعظ مجرد حتة واعظ لا حول ولا قوة إلا بالله وكأن الموعظة صارت رخيصة إلى هذا الحد مع أن الله جل وعلا وعظ عباده قل إنما أعظكم بواحدة